اشتركوا في القناة يعني منذ بداية الوالد في ترأسه للدائرة السياسية في منظمة التحليل الفلسطيني وكان الوالد أحيانا يكون هو يترأس الوفد الفلسطيني في بعض مؤتمرات القمة حتى ممكن أبو عمار كان في الفترة الأولى يتحرج من أنه يحضر هذه المؤتمرات لأنه بتصور هو كان يحضر بعض مؤتمرات مؤتمر في إيران مؤتمر في باكستان شيء وزراء خارجي شيء رؤساء فناهيك بأنه كان يتردد على المغرب بطبيعة الحال نحن نعرف اهتمام المغرب والحسن الثاني بالموضوع الفلسطيني وهذا شيء يعني تحصيل حاصل فهذا كان يعني هذه كانت فرصة اللقاء والتعارف لكن من الواضح أنه نشأت علاقة قوية بين الرجلين الحسن الثاني معروف ليس فقط كملك لبلد كبير وبلد له تأصيل وإله وتراثه لكن أيضا شخص مثقف واسع الثقافة متحدث خطيب بارع سريع البديهة وله رؤيته للعالم وللسياسة الدولية ولدور المغرب وللصراع الدولي وأنت تعرف أنه خالد الحسن أيضا معروف أنه أحد كبار الاستراتيجيين على الصعيد العربي وله أراء إلها كان معروف في اهتماء مكانتها وكان ينظر إليها بتقدير وباعتبار على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي أيضا وتقافة خالد الحسن أبو السعيد معروفة والثقافة أيضا واسعة وتوجهاته الفكرية والسياسية معروفة وهي متوازية مع توجهات جلالة الملك الحسن الثاني فالعمق الفكري للرجلين كون خالد الحسن يمارس العمل النضالي وينظر له أيضا هذا له ثقل بطبيعة الحال جلالة الملك كملك يمارس السياسة الخارجية وله اطلاع رفيع واسع بحكم أنه على رأس دولة مهمة عربيا وإفريقيا وإسلاميا فنشأت علاقة تجاذب فكري بين الرجلين واحترام كبير وتخدير كبير للرجلين تجاه بعضهم البعض ويعني من معروف أنه كان عندما يأتي خالد الحسن إلى المغرب كان لابد وأن يلتقي بالحسن الثاني وأحيانا اللقاءات كانت لقاءات غير رسمية لقاءات رسمية يعني الطابع الرسمي بغير الرسمي يعني كان فيه لقاءات رسمية بس بعدها يكون فيه مثلا عشاء أو شيء من هذا النوع أو غداء أو يعني المهم كان فيه لقاءات لأنه أحيانا كان يتواجد وأحيانا كان يكون فيه مسؤولين مغاربة فكان يستمعون أحيانا للنقاش يجعلني أستنتج هذا بعض الملاحظات التي قيلت عن خالد الحسن الثاني عندما أراد لبعض المسؤولين أو الساسة المغاربة أن يستمعوا لوجهة نظر خالد الحسن بالنسبة للشأن الدولي والشأن الفلسطيني بشكل خاص وأذكر أنه محمد بوستة عندما سئل في إحدى اللقاءات رحمه الله من إحدى القنوات المغربية كانت تسأل عن من كان يحرص الحسن الثاني على استشارته فذكر أسماء شخصيات أجنبية ومن الشخصيات العربية أظنه ذكر اسم خالد الحسن ولا أذكر أنه ذكر اسما غيره في هذا فالعلاقة معروفة للتقدير والاحترام بين الرجلين واحترام كبير ولهذا حتى خالد الحسن عندما كان يتحدث لم يكن يرجد حرجا في أن يعارض الحسن الثاني في بعض مواقفه السياسية أو في بعض تحل يعني كان له موقف مثلا من زيارة أظنه كان إسحاق ربين أو شمعون بريز لا أذكر للمغرب لقاء في إفران وفي أظنه كنت أسمع في مقابلة في منتكارلو عندما سئل عن هذا الأمر قال لا أنا لم يأخذ رأي جلالة الملك في هذا لكن لو أخذ رأيي لكنت أبديت رأيه ووفرت عليه يعني هذه التجربة لأن الحسن الثاني بعدها معروف أنه قال أنه يعني يبدو أنه كانت خطوة لا طائلة منها وليس هذا فقط يعني ما عنيه في هذا أن العلاقة كانت قائمة على تقدير كبير هل كنت تحضر بعض هذه اللقاءات؟ لا أنا لم أحضر هذه اللقاءات يعني حضرت لقاء واحد لكن لم أحضر هذا اللقاء على اعتوار لقاء بين الرجلين كان ياسر عرفات موجود هنا في قصر الضيافة وكان الوالد أيضا موجود وأنا كنت أرافق الوالد وحينها جاء جلالة الملك الحسن الثاني ورحب بأبي عمار في قصر الضيافة في الرباط هنا وأذكر أنه حينها أيضا كان بمعيه جلالة الملك الحسن البصري عفوا إدريس البصري إحنا أجواء رمضان الآن فنعيش مع أعلام التراث فسأل الوالد إذا كان يعرف إدريس البصري يتقى به قبلا فأجاب بالنفي فقال لا بد أن تلتقيها والتفت إلى سيدريس وقال له شوف رتب انت لقاء وأذكر وقتها يعني عندما سلمت على جلالة الملك لاحظت أنه الحقيقة له حضور يعني وله مهابة وأثر طيب ابتسامته ابتسامة ساحرة الحقيقة وكلامه عذب هذا هو الوجه الذي رأيته وقال أنه عندما يغضب الحسن الثاني يكون شيئا آخر وبالمناسبة أظن بعدها بيوم يوم الموالي اتصل البصري وتحدث مع الوالد وقال له أنا ما رأيك نلتقي غدا اتفقوا على الوقت قال له إذن أنا أنتظرك في المكتب شيء من هذا القبيل الموعد كان بعدها بيوم أو يومين شيء من هذا القبيل يعني فعلم بهذا الأمر الخلص من أصدقاء الوالد سيد محمد الشرقاوي رحمه الله وعمه المهدي بن نونا رحمه الله وسعالي برقاش رحمه الله ورحمهم جميعا فيبدو أنه كان لهم تحفظ على هذا نعم نعم التحفظ الأساسي كان أن اللقاء لا يصح أن يتم في وزارة الدكلي أنه المفروض أن الحسن البصري أنه الدريس البصري يأتي إلى هنا فالحقيقة يأتي إلى البيت يأتي آه أنه لا يذهب الوالد لديه وأنه هذه ستكون لها دلالات يعني سياسية غير مقبولة وأظن أنه صار فيه لقاء بين الوالد وعلي برقاش والمهدي بن نونا في هذا الأمر بإلحاح من أصدقاء آخرين يعني ونقلوا له هذه الوجهة النظر والوالد في هذه الأمور الحقيقة يستمع ويأخذ بالرأي يعني من يصعب على الوالد إلا في أمور قليلة أن لا يأخذ أن لا ينضي قدما في رأي هو مقتنع به ويرى الآخرون من من يقدر أراءهم غيره إلا في أمور يعني معينة حساسة لكن إذا أخذ قرار لا يتراجع عنه فهنا الوالد قرر أن لا يذهب فقال لي أنت اذهب وإنت ماذا أقول قال لي اذهب أنت وتصرف يعني كلفك بهذه الوالدة اذهب وكان الوالد يثق في يعني في فذهبت في الموعد المقرر وجد طبعا الاستعدادات وكذا وإشي ودخلت لا أدري إذا كان من يستمع لأنه الاستقبال يكون من الباب الخارجي ويمر عبر قنوات يعني وأنت تسير إلى أن وصلت طبعا في الطريق بدا واضح لأنه هناك من يعرف هيئة خالد الحسن فأنا هيئتي ليست هيئة خالد الحسن هيئة مختلفة فعندما دخلت فأنا استقبلني أظن مدير مكتبه مدير ديوانه لا أذكر يعني من كان فيعني قالوا لي أين أنا فلان أين السيد الوالد فقلت لهم الله هو يعني يعتذر اعتذار شديد لأنه ألمبه وعارض يعني منعه من المجيء يعني فهو أرسلني للاعتذار فضل أن أعتذر بنفسي عن أن يأتي هو يعني عن أن يتصل في الهاتف فأنا باعتذر وحب أبلغ السيد الوزير يعني اعتذاره شخصيا وطلبوا مني أن أدخل وقالوا لي أنت ستعتذر يعني ليس هناك حديث دخلت وواضح أنه كان البصري رحمه الله كان يعني متوتر يعني مش غير مرتاح بلغت الاعتذار بلطف شديد وكذا وشيء من هالنوع لم يطلب مني الجلوس وأنا لم أجلس وبلغت الاعتذار وبلغت التحية وقلت له إن شاء الله يكون فيه لقاء خريب وخرجت طبعا يعني هذا القرار هذا الموقف يعني كان له دلالته كان له معناه شايف فبتصور كان له تداعيات معينة يعني لأنه إدريس البصري كان له وضعية مهمة لا يخفى على أحد هذا ضمن الإدارة المغربية يعني طبعا هذا لم ينال يعني كان فيه كثير من الأمور تجري في وزارة الداخلية وكثير من الأمور التسهيلات خاصة بجوازات السفر أو غيره أو غير هذا من الأمور كانت تتم بسلاسة لكن لا شك أنه هذا يعني كان له أثره على في أشياء أخرى لكن يعني هذا مش هذا طبيعة الحال تحصيل الحاصل يعني ولم يتم بحث هذا الأمر حسب علمي مرة أخرى بين الوالد وبين جلالة الملك يعني كانت تسير لعل جلالة الملك علم بهذا أو لا يعلم أنا لا أدري شيء لكن أنا صحيح ما كنت أحضر لقاءات مع الحسنة أنا التقينا بجلالة الحسنة الثاني بعد وفاة الوالد عندما ذهبنا إلى القصر للتعازي نعم توفي في أربعة وتسعين في سبعة أكتوبر أربعة وتسعين كان هداك لقاء وكان لقاء يعني طيب كنت أنا وأشقائي أيثم وأسامة وناصر وقتها كان بعد أوسلو بفترة بسيطة وتحدث عن مكانة خالد الحسن لدي وقال لنا يعني أي شيء أنتو تحتاجوا أنا بما سابت والدكم هنا أنا أعرف أنكم لا تحتاجون يعني شيء على الصعيد المادي لكن أي شيء يعني أنا أستطيع أن أقدمه سيعني لا تترددوا والحقيقة أنه كنا ندعى للقاءات في القصر الملكي المتعددة في عيد العرش في رمضان دائما كنا ندعى أنا وأشقائي جميعا كنا ندعى إلى مناسبات كثيرة تتم في القصر يعني ما كان يدعى إليه الوالد أثناء تواجده في المغرب قبل وفاته كنا ندعى إليه من جالة الملك الحسن الثاني بعد وفاته